اتحاد الكرة طالب نادي الزمالك بسداد 15 مليون جنيه للسماح له بكيد اللاعبين في فترة الكيد الشتوية المقبلة حال حل أزمة الكيد مع الفيفا زمالك اتفق أو كان اتفق مع اتحاد الكرة في وقت سابق على جدولة المستحقات المتأخرة والمديونيات لذا اتحاد الكرة طالبه ب15 مليون جنيه وفقا للاتفاق هل هي منين ولا منين الزمالك بس ده حق اتحاد الكرة زي ما حق الاتحاد الدولي عشان الأمور تبقى سليمة في الزمالك محتاج يسدد فلوس كتير قوي عشان يعرف يفتح الكيد في الانتقالات الشتوية القادمة لها كمان كم يوم يعني نحن نكلم في أقل اعتعبا عشر تيام يعني